التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة تنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا الإسكوا رولا ديشتي والوفد المرافق لها وأعرب مدبولي خلال اللقاء عن تطلع مصر للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية في إطار استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف كاب 27 من جنبها أشارت رولا ديشتي إلى أن زيارتها الحالية تأتي تأكيدا لدعمها لمصر في كافة المجالات ذات الصلة بعمل الإسكوا مضيفة أن هناك تطورا إيجابيا ملحوظا على الساحة المصرية في مختلف النواحي على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم حاليا بما يشجع على دعم جهود التنمية التي تبدلها الدولة المصرية على مختلف المستويات